موجز الثالثة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح سيسي صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير تنطاوي بالتجمع الخامس بمناسبة ذكر انتصار العاشر من رمضان وقد أدى الصلاة مع رئيس سيسي كل من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وكبار قادة القوات المسلحة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوق علام مفتي الجمهورية بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والأوقاف ومحافظ القاهرة وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من ضباط الشرطة أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدمت تهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعينات القيادات الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات معربا عن خالص الثمانيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ومن جنبه أعرب بن زايد عن تقديره لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي معربا عن خالص ثمانيات الإمارات قيادة وشعبا بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر وشعبها وجه المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والطيارات الشبابية ورموز الفكرية والثقافية والقيادات المشاركين في الحوار الوطني بسرعة إرسال الأسماء المقترح اشتراكوها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعية للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي وفي بيانا أوضح المنصق العام أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه في الأسبوع القادم أن ينجز ترتيب الأسبوع الأولى من جلسات الحوار الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الأربعاء الثالث من مايو قالت وزارة الدفاع في تايوان أن تسعة طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان وأضفت أنها تنفذ دوريات تأهب للقتال ذكرت الوزارة أن تصارفات الصين تتعمد إثارة حالة من التوتر في مضيق تايوان وأنها تدين تصارفات غير العقلنية أضفت الوزارة أن تايوان رقبت الطائرات الصينية عن كثب مشاهدين وصلنا إلى ختم موجز الثالثة من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء